نبدأ بالتعليق على قرار زي ده مجلس القابط المهندسين وبعبط القيد ده معناقي وكأنه لا يعترف بالخريين أو كأنه ليس في حاجة إلى مهندسين جدد أو عضاء جدد في القابط المهندسين ما الذي يجري في هذه الحياة الهندسية المصرية خلينا نبدأ بداية أنا بحب أبدأها دايما وأنا بتكلم عن المهندسين مش نحيزم لنا مهندس يعني لكن أي حضارة قديمة زي حضارة القدماء المصريين اللي موجودة صورها قدامك أو حضارة الإغليق لم نرى شاهد لها إلا الأعمال الهندسية إحنا إيه سر إعجابنا وانبهرنا بحضارة فرعونية أو عرفنا منين حضارة الإغليقية حضارة الأشورية كل الحاجات دي من إنتاج الهندسي بتاعها فعندما تكون هناك حضارة سليمة تبدأ أن تكون هندسة سليمة أو العكس لما تكون هندسة سليمة يكون في حضارة سليمة إحنا عندنا في مهنة الهندسة كنا بنخرج طبعا من حدك على مدار التاريخ مهندسين عظام يعني مهندسين المصريين على حدك تسمع دائما القصص على مهندس المصري الفراني عمل إيه جواه مصر أو في الدولة في السعودية في أوروبا مهندسين المصريين اللي قبل كده بأن عدد من السنوات المهندسين المصريين مستواهم الحقيقة في تراجع وحصلت من حوالي سبع سنين دولة زي دولة الكويت حضرت قيد أو قبول مهندسين من مصر من معظم المعاهد والكليات في مصر على بعض الجامعات الحكومية زي القاهرة وعين شمس وحلوان يعني مجموعة قليلة من الجامعات وبقى عندهم تشكف كبير في جودة المهندس المصري إيه اللي حصل؟ إحنا زمان طبعاً الهندسة دي من كويت القمة كان اللي يخش زمان هندسة يعني ما زيتش عن 5% اللي هو بيجيبه فوق 95% 92% حالك ذكر طبعاً اللي كان بيحصل زمان دلوقتي أنت تقدر تقول أن في السنوات الأخيرة مع 2006 بتالت المعاهد الهندسية يعني تفتتح الخاصة كان الأول عندنا حوالي 23 جامعة خاصة الآن عندنا حوالي 27 جامعة خاصة غير الجامعات الأهلية اللي هي وصلوا 30 جامعة وصل منهم الفتح منهم حوالي 12 جامعة تعريباً وعندك جامعات خاصة حوالي حاجة و40 جامعة وعندك 60 معهد هندسة 60 معهد هندسة عالي عالي يعني بيخرب يدي يمنحوا بكيوشة الهندسة بتلاقي فيه طلاب ينضي طب هو مش فيه مجلس على الجامعات هو اللي بوافق على إنشاء هذه الأقسام أو هذه المعاهد والموافق عليها بناء على احتياجات السوق هو ده راجل قصيد احتياجات السوق أنا زمان كان عدد المهندسين اللي بيخش بيخش خمس ستة ألف طالب أنا حالياً بيخش عندي فيه السنة على الأقل لخمسة واربعين وخمسين ألف طالب أنا فيه رقم واحد اه فيه الشارت لا الشارت رقم اثنين مثلاً ده بيقولك بيوريك الجامعات اللي موجودة في مصر أو كلات اللي في مصر اللي هي كلات هندسة وكلات أداب وحقوق على مدار السنوات دي شوف قارن بين اللي دخلوا في المعاهد الخاصة والجامعات الخاصة دخلوا كليات هندسة وبين بقيتهم هتلاقي الوحيدة الهندسة الأحمر ده الأحمر ده الخاص والحكومي الأزرق تخيلوا بقى الخاص في الهندسة وصل لدرجة ستة لاف فوق أهو والأزرق ألفين يعني اللي في الحكومي كل الكليات التانية أقل الأزرق أكتر الحكومي أكتر الحكومي أكتر ليه بقى ليه كده؟ المجال الوحيد اللي فيه الخاص أكبر هو للناس لأن اللي بيفتحوا المعاهد الخاصة تصورهم دي تجارة الناس عايزين يخلوا عائلهم كلهم مهندسين فيدخلوهم فيحصل إغراق لسوق العملين نهار ده أنا عندي عشرات الألاف من المهندسين الذين لا يعملوا ليه لا يعملوا؟ لأنهم خرجين بجودة الجراف اللي بعدين اللي هو رقم 3 فبصنا عليه كده تطور الأعداد الفعلية بين أعداد المقيدين في المعاهد الخاصة وبين القدرات الخاصة بهذه المعاهد على الاستعاب نحن لما بتدخل أي حد أي كليتاً لازم يكون فيه معامل للمعامل للاختبار مقسم المختلفة فيه ورش عشان يتعلم عشان يتعلم فيها فيه عرد من الأطباء فيه عرد من الفصول شوف الجراف رقم 3 الشكل رقم 3 لو موجود هتلاقي فيه أعداد أعداد المقبولين أو أعداد المقيدين في الجامعات المقترح والفعل المقترح والفعل المقترح ده اللي هو المفروض أقدر أقبل 37 ألف أبلت شوف كم 81 ألف ينهر بي السنة اللي بعدها أقدر أقبل 39 ألف أبلت 80 ألف أضعاف قدراتك المعلومات دي على فكرة مشاهدة اللي جائمة المعلومات دي من التقرير بتاع لجلة التعليم الهندسي نفسها بتاعت المجلس الأعدى للجامعات اللي بيقول إيه اللي المفروض يطلع قرارات مليلة على الكلام اللي هو خب لك كان يعملوا كلام زي الفل ويقول لك المعهد ده اللي خبير بقى أنت يعني هولك على حاجة على مفارقة لطيفة جدا المعهد دي لازم يكون فيه علاقة بين أعداد الطلاب اللي بيشتغل اللي بيدرسه وبين أعداد المدرسين اللي هو الشكل رقم 4 خلينا في رقم 3 خلينا في رقم 3 دكتور محمد عبدالجاني بيقول لنا هوا بناء على تقرير من المجلس الأعلى للجامعات ليس جهة غريبة ولا خاصة حوالين السنوات السابقة فيما يخص التعليم الهندس في مصر ومدى استيعاب المعهد الهندسة للطلاب بينما إحنا أصاد الأزرق ده اللي موجود هو قدرته على الاستيعاب واللي هو مفترض ومقترحة كانت في 2000 مثلا واللي يكون من الكلمة على 2018 إحنا أصاد المفروض المفروض لهم يستوعبوا 39800 وكذا أم واستقبلوا 80 ألف قبلها كان المفروض يستوعبوا 37 ألف استقبلوا 81 ألف طيب ما هو بالمنطق ده لن تهترف تعلمهم ولا تجهزهم ولا يعدهم أماكن وأدوات للتأهيل ولا